نظمت منصة منتدى شباب العالم جلسة حول ريادة الأعمال والابتكار والاستدامة بالمنطقة الخضراء وذلك في إطار عقاد العديد من الجلسات التي تنظمها المنصة على هامش فعاليات قمة المناخ كوب 27 وتستهدف الجلسة إلقاء الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه ريادة الأعمال والابتكار في تحقيق أهدام التنمية المستدامة وذلك من خلال استعراض عدد من النماذج الرائدة في مجال ريادة الأعمال والابتكار التي من شأنها تقديم حلول ابتكارية لتعامل مع تحديات المناخ نحن خرين بها جدا أن بقى فيه توعية ما بين المصريين عن الاستدامة وعن المناخ وإزاي نعمل مشاريع تساعد في الموضوع ده وتقلل في الـ Carbon Emissions اللي موجودة ريادة الأعمال والابتكار والاستدامة أعتقد أنها من الجلسات المهمة جدا والشركات اللي كانت حضرة كلها شركات بتبذل مجهود كبير جدا أنها تساعد في محاربة التغير المناخي وكل واحد فيهم ليه إضافة من أنجل مختلفة أو من وجهة نظر مختلفة سواء من الطاقة أو من الـ Green Mobility أو اللي هو المواصلات الخضرة أو الـ Quick Commerce اللي هو التوصيل للطلبات بسرعة كل دي حاجات لها فوائد كبيرة جدا أنها تحارب التغير المناخي ترجمة نانسي قنقر